لو رجعنا بقى للتاريخ المصري القديم الأسرة الثمنتاشر كان في حاجة اسمها العجلات الحربية التي تجرها الخيول دي تراث في المتحف المصري لما تروحها وهي المدرعة أو أول مدرعة عارفها التاريخ عمالها المصريين واضح إن العرق يمد لسابع تلاف جد بقى مش سابع بس وانبارح كان وقع أو فيديو انتشر المتحدث العسكري نشر فيديو هو الآن حديث مصري كلها فيديو وكالات الأنباء الأجنبية يعني مستغربة إن هو خليد بين حرب شوارع وحرب نظامية ولكن هي حرب يعني عايز أقول إيه مصرية يعني أبسط حاجة تعالوا نتفرج على الفيديو الأول بعد كده نعلق عليه العربية اللي جاية من وراء دي المفروض إنها تخش في الطابور بتاع العربيات طبيعي إنه داخل الارتكاز الأمني يتفتش هي جاية غلط من الأول وجرت العادة إن العربيات المفخخة اللي زي دي بيقربينها أربعة قبل ما بيتنفجر على طول بيقفزوا منها ثلاثة وواحد بيخش يفجر نفسه على ما يحصل الهرج والمرج يكونوا هم دخلوا بعد كده كملوا ويخلصوا على بقية الكمين يعني إحنا بنتكلم في خمسين ستين واحد كان حيروحه في الواقع دي طقم الدبابة ده بيبقى أربع أفراد الحكم دار أو يعني خلينا في ساقق الدبابة دلوقت أخد قرار عبقري قرار في منتهى الشجاعة والعايزة أقول العظمة والجسار حاجة مبهرة ركب فوق العربية فاتصها عجن الأربع إرهابيين رغم أن يعني عايزة أقول إيه الاحتمال الأكبر بنسبة تسعة وتسعين المية إن كم المتفجرات اللي في العربية دي كان طير الدبابة وموت اللي فيها يعني سواء الدبابة ده دخل يفدي هو والأربعة اللي معاه الكمين كله بكل العربيات كانت حتبقى كرسة أو يعني مجزرة بشرية اللي أحلى من كده إن قائد الدبابة ما فقطش توازنه ومسلا طلق يجري لا دباشة ده راجل تحسه إن هو يعني بيتمشى في موقف في باركينج حاجة كده بتاعة التجمع الخامس ولاف وخات خمساية ودخل في الممر أمن نفسه بمنتهى المهارة والحرفية بمنتهى الزكاء والعبقرية طبعا خالص عزقنا للمدنيين السابعة أو الثمانية اللي توفوا ودول قصتهم إن هم كانوا في العربية اللي جنب السيارة اللي فيها المتفجرات وخافوا ينزلوا يجروا زي البقين ما عملوا زائد اتنين أو تلاتة كانوا على الصفين يعني عايزة أقول استشهدوا كلهم البقاء لله ولكن كانت حتبقى مجزرة واللي حصل معجزة إحنا كالعادة فخورين بيا اللي حصل يا أحمد رسالة كمان أكتر ما هو معجزة هو فعلا سرعة التصرف وزي ما قال الرئيس السيسي التردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب خيانة للوطن يعني دي عقيدة الجيش واضحة فهو اللي حصل على قد ما هو سرعة اتخاذ قرار وعلى قد ما هو شجاعة وبسالة وحاجة تدرس في الكليات كده والمعاهد العسكرية على قد ما هو رسالة حقيقية هو رسالة بس دين أنا شايفه رسالة بالبلدي كده أنا بس عايزة أطمن إخواننا إياهم إن جيش الكحك الحمد لله خلص بقى العجوة والعجمية والمكسرات ودلوقتي بيعمل هريسة عربيات يعني ده منتج جديد من جيش الكحك اللي أنتوا كنتوا بتسخروا منه يعني بعض السفهاء بيسخروا أنا بطمنكم جيش الكحك فتح قسم هريسة عربيات بيهرس العربيات أنا بطمنكم إن جيشنا ما بيتهزش أو ما ما تفرحوش قوي يعني خليكم يا جماعة ده في علم اسمه المصريات المصريات ده علم بره فيه بالجماعات بتدرسه عمرك سمعت يعني علم القطريات علم التركيات ولا نذكر يعني عمرك سمعت يعني بجد انتوا تب خلينا لو في العلم العسكري أنه على فكرة فيه جيوش بتهرب يعني فيه مواقف فيه جيوش بتهرب مهما كانت البدلة العسكرية اللي لابسها الشخص ده ممكن يهرب ويسيب مكانه لأنه خاف ومشهد الموت مهيب يعني فإحنا شفنا مشاهد في بلاد تانية كتير فيه جيوش بتهرب وتسيب أماكن افتخروا بجيشكو افتخروا بالرسايل اللي بتتبعت لنا هي مفيش أي حاجة صدفة كل حاجة مترتبة كون أنه يبقى فيه مؤتمر عظيم زي اللي بيحصل يدي أمل للشباب وأمل لناس كتير وأمل للمستنين يسمعوا حاجة حلوة وبجد فيه حاجة حلوة بتحصل أوه بجد فيه حاجة حلوة بتحصل احنا مش حاسين اه فعلا احنا مش حاسين ومش هنحس على فكرة قريب هنحس يعني قدامنا سنتين تلاتة كده قبل ما نطلع فاصل بس عشان يعني